بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل صلات والسلام السلام عليكم لبنات ان شاء الله تكونوا بس وخير وهاني ان شاء الله يا رب العالمي تجيكم الفيديو وتلقاكم في رحمة ربين ان شاء الله يا رب هنا جدكم يا البنات مع الحلويات اللي تحب يعني تخدم يعني منظرها و تدير المشروع مشروع الحلويات يعني تابعوا مياه الوصفة و التفاصيل ان شاء الله رح نقولهم لكم في هذي الفيديو ان شاء الله اهنا نبدو على باركة الله اهنا رح نقوم وصير رح ندير الشارك ما كنت شوفونا درت ميتون وخمسين غرام بتاع زبدة نقص منها شوية زدت لبرك شوية يا ربي نسمع رف كملت البرك لهاذيك الباكي ضدت لها كيس تاع تاع سكر غلاس درت لها كيس نقص زوصبع مزهر لفاني زوصة شيت على لفاني ودرت لها ثاني كيف كيف مقدار كيف هنا ما صورت شملي حنا كيس نقص زوصبع ثاني تاع زيت ورشة على الملح وريحا ننخلط كل شو مع بعضا هنا زبدة كانت شوية قاسية سخنة باركة في الميكرونت شوية واللي تعودت كما كنت شوفوا هنا ننخلط فيها هنا بعد ما خلط كل شو المقادير كاع مع بعضا هنا مشوف كيفش اعطاوني هذا يعني ولت ملسى يعني الزبدة نتاعي هنا زيت لها نص مغرف تاع قهوة لاليوفيور تاع يعني تاع القاطو وبعد كملت بالفارينا نجمل للاباسي تاعي بالفارينا هنا حتى يعني حتى تحكم لي للاباسي تاعين كل مرة نزل الفارينا نتولي تحكم روحا يعني للاباسي ونكمل حتى شوفوا كيفش تعطيني للاباسي تاعي كيفش تولي ما تحزقوهاش بزاف وما ترخبوهاش بزاف يعني تقول حاك ما روحا هنا من جهة خراحا ندير اللوز كما كنتو فودرت بهذا البتيبول هذا تاع الزبدة يدير مئتين وخمسين غرام الله أعلم المهم كيل بيه بارك دوتو كيلة درت ثلاث كيلات تاع لوز هنا درت اللوز الارطب واللي حبي يدير لوز يعني محمص ومرح يخشين شوية لهكب يقدر يدير هنا كما كانش عادي الوقت درت لوز الارطب المشري يعني هذاك درت ثلاث كيلات بكيلة سكر وهنا راح نجملهم بالمزهر يعني ديرو المزهر بشوية باش ما تكثروش يعني تعود لكم مايها الخلطة نتاعكم يعني اللوز نتاعكم يعوش مايه بزافي وتشادروحه هنا لازم الخالطة تاعكم اديروها قبل العجنة نتاعكم هي خير ولا معدوش الوقت الانسان معلش يعني يا باتسوسي بالصح المهم الخالطة هي تخلطها قبل العجنة هنا خلطتها و راحنا نغطيها خليها تريح برك شوية واحدة دي مينوت هكذاك ونابدأ ننضوع يعني ننكور فيها ونحطها بجهر كما قلت لكم لازم ديروها قبل هنا لما كانش عادي الوقت مدرته من نقبل و بعد هنا نجيب نجيب اللابات نتاعي وهنا نكومسي نوزن فيها راح نوزن للعجنة نتاعي كيما راها راح نديرها 25 غرام في الميزان يعني كما كم تشوفون ايا 25 غرام و بعد نكمل العجنة نتاعي كامل وحطيتها بجهة هنا راح ندور للعجنة لابات تاع اللوزن تاعي راح نديرها 15 غرام من 15 حتى ال 16 غرام يعني يديروها وكوروها وحطوها بجهة وجدوا كل شو وحطوه بجهة بجهة بشتبدو تخدموه وظال هنا بعد ما وجد كما قلت لكم اللوز ووجدت اللابات انتاعي هنا راح نبدأ منفاصوني في الشارك انتاعي كما اشتو هنا نديرو بالطول وبعد نحلو بالحلال وبعد عدر قيك كما كما تشوفو وبعدها راح ندير حربوش كما هاك تعلوز و راح نكور يعني هذا الشارك انتاعي فليكوتي باه يحكم ليح ويرقاق لي ثاني فليكوتي كما 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 تشوفو وبعد نغلق هذك التحتانية مع بعضها نغلقها مليح وهذك التحتانية نديرها من تحت وندور الشارك انتاعي كما 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 تشوفو هنا يكون الاخر يحب يدير حبة انتاعو كبيرة يحبها صغيرة هذي تجي الحبة يعني موين ما تجي ما هي كبيرة ما هي صغيرة تجي ما تحوفها خير ما تعد كبيرة بزاف فالا نكمل هناي الحبة انتاعي تعشارك كما اشتو طريقة لولا كيف كيف ندير حربوش ونكور فالا واللوض الشغلي كوتي وندور الفور المهم حتى نكمل الحبيبات انتاعي كامل ندير البلاطون تاعي وراح نديرو في الفور على مية وسبعين درجة ببخي حتى نطيب ادي تشوفو حمار شوية يعني ولا في الغوز يعني يجي امتي بو غوز في شوي ذاك الاحمرار نخرجو من الفور والا اهنا راح ندير البلاطون تاعي في الفور وجدتو كامل عمرتو ونا راح نديرو في الفور كيما قلتلكم والا اهنا بعد ما خرجتو من الفور كيما كنتوفو هنا يجي غوز كيما قلتلكم ما يجي يجي احمر بزاف ولا يجي ابيض بزاف يجي كيما هاكي وطايب بمليح هنا راح نبرك ان نخلي حتى يبرد ونقطسو في المظهر ونديرو في السيكو غلاس وهذا مكان يعني الشارك يعني كاعت عارفو الشارك بعدها هنا عندي ثاني كوموت تاع المقروض كيما كنتشوفو هنا هايا ثاني اه شاركتها معاكم هنا عندي ثلاث كيلات كيما كنتشوفو تاع تاع سميد موايا هذا كنتوسط درت ثلاث كيلات ودرت رشة تاع الملح ودرت كيلات تاع سمن اه هنا خدمت وان ايب السمن ولا معدوش سمن دير بالزبدة يعني كيف كيف ودرتها ناقصة صبع الكيلة ثلاث كيلات سميد بكيلة ناقصة صبع تاع ايدام وزيتها شوية بارك تاع الزيت يعني متكثروش يعني لكم مش ميدم بزاف فالله هنا راح نبسس من الليح هذك اللي قعدوا وبسوا فيها من الليح هذك اللتيشة باش خش في هذك اليدام للاقل خمسة ولا ست دقائية قمتوا مدبسوا فيها مبيني ديكم وبعد نغطيها وخليها بجيها هنا رحت الغرس تاعي شريتو بارك هذا غير مشري درت له زوج مغارف تاع جنجلين ودرت له مغرف سبدة وشوية قرفة مغرفة تاع قرفة وهنايا عجنتو بالمظهر وهنايا الغرس تاعي كان شوية قاسي سخنتو بارك شوية في الميكهوند طيلق لي يعني شوية ومبعد عجنتو كيما كم تشوفو هنا يا عجنتو مليح ومبعدها راح نديرو حرابش كيما هاك وحرابش مع بعضهم وراح نديرهم في الطبسين تاعي نوجدهم الغدوة ان شاء الله وجدت هنا الغرس تاعي وجدت تشيشة تاعي وهنا راح نخليه ليل كامل تشيشة تاعي بتشرب لي هذك اللي دام هنا يا من الغدوة الصباح بديت لقيت يعني وجدت كلش بديت مع السبعة تاع الصباح بديت بديت نخدم في المقروض انتاعي وهنايا نحيت الكمية هذي كسمتها على ثلاثة بديت بالكمية الأولى ندرت لها شوية ماء ومزهر هنا ما كانش عدي المزهر كان عدي لاغوم بارك تاع مازهر لاغوم خلطتو مع الماء بارك وهنايا درت شوية بارك الماء والمزهر درت غير شوية في العجنة هذي كنتاعي غير بثبثتو شوية هاكل ومبعد خليتو بجيها وهنا راح نحب شوية ونخدم الحربوش انتاعي نشمخو بذك الماء والمزهر ونديرو حربوش راح ندير الغرس انتاعي من الوسط ومبعدها راح نغلق عليه ونفاصوني المغروض انتاعي لازم تعبزو عليهم ليه وتديرو حربوش وتعدلوه يعني بيعود معدول من الليح ما يجيكم شخشين بزاف ما يجيكم شرقيك بزاف والا ونديروه بطول كيما هكذا انا استعملت زعمة هذا الموديل تاع المقروض بصح مبعد ما عجبنيش ولا يتبطلت ولا يدرتوه هذا الغرس كيما كنتوفو هذك الموديل يعني تعبكري هذك لانسية انا يعجبني بزاف هذا الموديل ما علي بيش علاه ولا يتحبست هذا الموديل درت غير هذو من الحبات وحبست الموديل هذا ما عجبنيش بزاف مش عاف علاه ديسان تاعو ما عجبنيش كنت شريته جديد وجربته دونك ما عجبنيش ديسان تاعو ايا كملت بهذاك الموديل لاخر ذو كتشوفه الموديل تاعو كيف اجدايا هذا الموديل القديم يعني اللي عندي دركه هنا كما كنتوفوه خدمت الحبات درتهم في البلاطو وبعد هنا بديت نقلي فيهم القليان نديرو في العسل ونبعد نحطوه يكتر ونبعد نولي كينا رح نديرو في الكيسات رح نزيد نغمس وثاني اندوزيون في العسل وراح نديرو في الكيسات نديرو شوية على الجنجلال من فوق وهذه هي وهنايا نقولكم على السعر تاع البيع هنا تختلف يعني كما هكا المقروض ديروه من كاتر وفان حتى انوغو للحبات يعني ساديبون كل اخر كيفاش يحسبكم اللي حسب البلاصة اللي راكم فيها المهم هني عطيتكم هنا يا لغنسنة يموه هنا يا والسومة باش تعافوا اللي تحب تخدم يعني من دارها يعني ادها وليداتها وما تقدرش يعني تخرج على برا يعني تقدر تساعد روحها بهذه الخدمة يعني هي موفقة وفيها يعني في هالصغر وامامتون انسان في دويرتو مقابل وليداتو وملويتو المهم هذه هي ان شاء الله كنفدتكم بالمعلومات هذه ان شاء الله يا لبنات وتجربوا ان شاء الله المشروع عن ساعكم وتنشحوا فيه ان شاء الله يا رب العالمي ولا لا لا وما تنسوني شير بنات باللايك والاشتراك في القناة ونقولكم مع السلامة حبوباتي